خبر آخر يخص النادي الأهلي بحسن مصدر قال لنا في رقم عشرة أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق لسه يعني ممكن تقول ايه بيماطل بيضيع وقت في موضوع تجديد عقده طيب ليه نقولها بشكل قلطف يعني ما حسمش أمره مع النادي الأهلي بخصوص تجديد العقد الأهلي بيتكلم مع محمد عبد المنعم وطلب منه جلسات تجديد في أكتر من مناسبة وعبد المنعم من جانبه بيحاول ليضايا وقت شوية عشان عايز يستنى لكأس الأمم الأفريقية عشان هو عنده وعد من النادي الأهلي أن لو جاله عرض أوروبي كبير الأهلي هيسمع العروض اللي هتجيله بس الأهلي في الوقت ده عشان يحسم أموره بيغري محمد عبد المنعم بكثير من العروض وقال له لو لو جالك عرض في داير بعد ما هتجدد هنوافق عليه بما أنه أو لو أنه كان مناسب للأهلي ومناسب لللاعب المناسب للأهلي دا كام؟ الأهلي مش هيبيع محمد عبد المنعم أشتبع جملة واضحة لحضراتكم الأهلي مش هيبيع محمد عبد المنعم أقل من خمسة مليون دولار هو ده الرقم اللي حطه النادي الأهلي لبيع محمد عبد المنعم أو الموافقة على بيع محمد عبد المنعم